موسيقى أستاذ بن جلون أهلاً وسلم ومحبا بك بارك الله فيك شكراً بجلون بخير نعود مجدداً لقاء ديالك سيد بن جلون بعد واحد المعركة خذناها معكم إعلامياً اللي هي ديال الجواز الصحي والجواز اللقاح نشكرك على ذلك التغطية الإيجابية للمعركة ديال المحامين اللي كانت معركة الكرامة وكان شوط أولي في جص النبض جص النبض على قدرة المحامين في التفاعل مع القرارات الجائرة للحكومة والحمد لله لازلنا صامدون بوعينا من كيقول شوط أول وش هي أشواط وكأنه شي حد كيستهدف لمهنة المحامات من بعد جواز تلقيح قانون المهنة مسودة هذا الولوج للمهنة أيضاً يعني كأننا وصلنا الآن الضرائب وما عرفنا شوط لوقت ما ستجيب مرة أخرى شنو الواقع؟ أكيد سدي مونير هناك واحد توجه واضح كين توجه دولي وكين طبعاً تنزيل ديالو محلياً على ضرب سلطة مضادة اللي هي السلطة التأثيرية ديال المحامين المحامات هي وعي أولاً وعي حقوقي راصخ يؤثر المجتمع المغربي في الموازنة مع السلطة الأتمارية للقضاء والسلطة الأتمارية للحكومة فلذلك هناك توجه لتصغير وتقزيم هذه المهنة من أجل يعني جعلها مهنة خدماتية تجارية صغيرة تؤدي خدمة مقابل سعر معين وهذا توجه ديال منظمة التجارية العالمية وتوجه بعض تقارير في أوروبا لعل من أبرزها تقارير أطالي الذي وضع فوق طاولة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس أخكوزي الذي يعبره على توجه بعض المنظرين الغربيين نيويورليبيراليين الذين يريدون فتح كل أبواب على مصرعيها من أجل إدخال منهب وذبلهته المهنة التاريخية التي وجهت الأمم ووجهت الحضارات لعل التورة الفرنسية خير دليل لعل الحركات الحقوقية العالمية لمناهضة الأبرتايد منهضة الاحتلال منهضة الاستعمار وفي بلدنا طلائع المجتمع كانت مشكلة من محامين أسماء بارزة في التاريخ المعاصر الذين نهضوا الاستعمار الذين نهضوا التحكم الدكتاتورية في سنوات الرصاص والذول أقرت بذلك في العهد الجديد لذلك المحامات دائما تشكل بالنسبة للنيويورليبيرالية وللتحكم وحد الأدات للموازنة وآدات للممانعة وآدات لطبعا السلطة مضادة هي المهنة الوحيدة على عكس المهن الحرة الأخرى هي المهنة الوحيدة التي في جيناتها السياسة طبعا هناك إرادة في خلط المعنى النبيل للسياسي في الترافع والدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين لما المحامي يترافع في نزاع شغل فهو يترافع على الجدلية ما بين رأس المال والعمال لما يترافع المحامي على نفقة معينة لواحد المطلقاء في واحد المكان بعيد وكذا راه يناقش مسألة الأسرة يناقش مسألة الموازنة يناقش مسألة المناصفة يناقش كذا لما المحامي يناقش إفراغ مع التجاري فهو يقوم بعمل سياسي مع الترافع الذي يديره في البرلمان حول قانون متعلق مثلا بالإكريار يديره كل صباح في آلاف الملفات أمام المحاكم لذلك هذا الوعي الشمولي المكتمل والمختلط والمعرفي والموسوعي الذي يعطي المحاميين هذه القوة المعرفية والقوة الأخلاقية والقوة طبعا المهنية من أجل توجيه سلطة الاتمارية ووضعها عند حدود الديمقراطية وحدود القانون هذا نيوليبيرالي يترفضه والأوليغرشي يترفضه لذلك هناك اليوم ما نسميه بالعدوان الرباعي على المحامات من خلال زوايا أربع مهمة إذا أردنا تلخيص هذا العدوان لدينا أولا الجباية كما قال ابن خلدون لما الدولة تكتير الجباية فهذا معلوم عن إفلاسها وطبعا الإفلاس هو قد يكون مرتبطا بمسألة كورونا قد يكون مرتبطا بالحرب في أوروبا اليوم الحرب في أوكرانيا قد يكون مرتبط بالجفاف قد يكون مرتبط بأشياء أخرى تانيين عندنا مسألة المسودة مسودة قانون المهنة وقانون المهنة يعتبره دستور المحامات طبعا المحامين اليوم يقولون أنه لن يكون منوحا لغير دستور 62 لذلك مسودة قانون المهنة يعني تقترح على المشرع أن تفرغ مهنة المحامات من استقلاليتها من حصانتها من قوتها هناك ثالثا مسألة الامتحان الولوجية كيف أننا نبتعيذ على منطق الجويذ ونبتعيذ على منطق الرفع من مستوى الوالجين إلى المهنة وكيف نلتسق بمنطق الكم ونلتسق بمنطق الإغراق ونلتسق بمنطق الرداء ولا نعتبر كذلك إدخال الوعي المزيف إلى المهنة الذي لا يحمل تكوين أساسي من أجل حمل الرسالة الكونية للمحامات وقد ذلك يؤدي إلى تزيف محتوى هذه السلطة المضادة التي تخلق الموازنة لذلك هناك مخاطرة ورابيعا طبعا قانون المساطير الجنائية والمدنية رغم أن هناك نقاش ما بين المحامين بمقالات ومناظرات ومحاورات ولكن كان هناك بعض الهرولة والتصرع خاصة من الجانب الحكومي ومساطير هي للجنائية ولا المدنية هي صلب مهنة ورسالة الدفاع لأن كل الصلاحيات وكل اختصاصات هي في تلك القوانين وكذلك طبعا حقوق الإنسان لما نتكلم عن قانون المسطرة الجنائية نتكلم عن الحريات نتكلم عن المحاكمة العادلة لذلك فإذا نريد أن نقيم وطنا معينا في إطار تقدمه داخل منظومة حقوق الإنسان فمن باب تستضيق وتنزيل قانون المسطرة الجنائية أو قبل ذلك طبعا نوعية وكيفية وملائمة هذا القانون مع المنظومة الدولية والقوانين والمعاهدات الدولية وأخيرا نعلم أن المحامات هي مهنة كونية مؤطرة بمعاهدات الدولية ولا يمكن لهذه الحكومة أن تتنصى من المسؤولية الدولية للمغرب وتوقيعه لكل المعاهدات المعلومة منذ التاريخ وكل العلاقات ما بين الهيئات العالمية والهيئات المغربية للمحامين ووضع أمام الأمر الواقع مجتمعا بأكمله ومهنة الدفاع بأكملها التي تشكل من 17 ألف محامية ومحامي بنقصان من دورها وتقزيمها وتغريقها وإلى آخره من تفاصيل هذا العدوان الذي نسميه اليوم العدوان الرباعي ولعل الجباية زاوية من هذا السابق طيب هذا اللي سأناقشه سيد بن جلول هو من بين هذه الزاوية الأبرز الآن هي هذه الزاوية الحادة إن صح التعبير دير الدرائب يعني أنتم كيف تصديتوا أو كيف تدبرتوا هذا الأمر هذا؟ الدرائب إحنا نعلم أن هذه الحكومة هي حكومة أوليغارشية ذات طابعة يعني إذا صح التعبير المدرسة المقاولتية والمدرسة البراغماتية التي لا تؤمنوا لا بالصالح العام ولا بالمرفق العام ولا بالمصلحة العامة فهي تعتبروا أن الوطن شركة مجهور السهم وتطبق ذلك المنطق وتلك المرجعية التجارية على جميع الشؤون الدولة وهذا في مخاطرة على بلدنا صراحة لأن هناك فعلا مشاكل سياسية كبرى ودفاع المحامين اليوم عن الدفاع دفاع المحامين اليوم عن الدفاع هو فعل سياسي نبيل في إطار المصلحة العامة ليس دفاعا فئويا ولا دفاعا مصلحتيا ولا تهربا من الجباية أو من الضريبة أو من المواطنة على عكس تلك البروباغندا المزيفة التي تأتين بها الحكومة اليوم أولا في شخص السيد وزير العدل واليوم خرج السيد وزير العدل من هذا الدور وأتانا السيد الوزير المنتدب بأرقام مزيفة وبشعبوية رقمية قد نعود للإجابة عليه لذلك فالضريبة اليوم كما أتت بها الحكومة أن المالية العامة هو مادة في سنة الثالثة من كليات الحقوق يعني نتكلم على خبراء وعلى خبراء وأن الحكومة تأتينا بخبراء وأنك وعي مزيف من داخلنا من داخل جسمنا تلك الأقليات التي تطبع مع الحكومة التي تتكلم لنا على أننا وجب أن نكون في مستوى هذه الحكومة التي تأتي لنا بعلم يعني معين في كذا المالية العامة هو مادة سنة الثالثة من كليات الحقوق ومسألة تقنية محضرة لما تأتينا حكومة بخلط ما بين مفاهيم الرسم ومن فهم الجباية وتعتبروا أن المصلحة العامة في إطار إصدار الأحكام والتعويض عن ضرر معين وإرجاع الحالة عن ما هي عليه هم يعني أرضية لخلق الطورة وتنزيل ضربة معينة هذه فضيحة فكرية أولا قبل ما أنها تكون فضيحة سياسية هل نعتبر أن هل نعتبر أن التعويض على النزع ملكية لقبيلة معينة أو في إطار أراضي سولالية أو في إطار فرد واردة واحد الأرض ما عنده التبشي قد هل نعتبر أن هذا خلق تروى أنه غادي ندير الجباية لها واحد مثلا فرماني غادي كي تربص على الموكيل دياله وفي السوق الأسبوعي مثلا بشي أخذ واحد ربعمية ولا خمسمية درهم حول واحد المستارة ديال الإفراغ أو المستارة ديال الطلاق أو المستارة ديال كاذا غادي يقول لك بناقصص دي إلا أنت أخذك تدلي تصريح ديال كاذا وخصني نخلص لك مية أو ميتين درهم قبل كاذا وخصني تقول لي مصباق ومثل نظروا على التفي وإلى خير الله يسامح أنا ما غنوبش على هذا السيد بمعنى شنو غادي يوقع غادي يوقع أن هذا الآلاف وعشرة الآلاف من الملفات التي تجعل أن السلم المدني يستمر في بلدنا أنها تكون عرضة لمضفن القضاة وأنها تكون عرضة للسلطة الاتمارية بدون صوت وبدون سند وبدون دفاع بمعنى أن هناك مخاطرة مخاطرة بمصالح الشعب الفقير يعني الجواب على قضية الخصص في خزينة الدولة في حين أن هناك أرضيات ليرفع الجيبية لما السيد المنتدب الوزير المنتدب في الجيبية وإن كان في الحكومة ما كيسميه واشا هكذا يتكلموا على أن 90% ديال الضريبة ديال المحامين أو 90% لم يتخلصوا الضريبة يعني هذه عبارة شعبوية رقمية نحن كمؤذون لليمين القانونية وكمتربون في الأعراف والتقاليد وكمترافعون في المحاكم بضبط نفسنا وبطريق لا لن ترى حديث بين زميلين في أي محكمة في المغرب بدون لقب الأستاذ وبدون طريقة معينة وبدون كذا لا ندخل في مسألة الشعبية الرقمية ولكن إذا أرادوا أن ندخل في الشعبوية الرقمية ليس لدينا مانع يجيبنا السيد الوزير المنتدب الذي هو في تنافي أخلاقي ما بين دوره في الرياضة ودوره في الحكومة يجيبنا عن أداء في ديرالية الكرة للجباية الدولة يجيبنا عن إعفاء الشركة الكراوية النوادي الكراوية على الجباية كيف أن من 2014 إلى اليوم بمعنى تماني سنوات وتمانية تقوانين مالية تعفى هذه المؤسسة بإسم المنفاعة العامة أين الشركة من المنفاعة العامة كيف نتكلم عن شركة المجهولة الأسهم بالمنفاعة العامة وهي تدخل ملايير من الإشهار ومن البت ومن إلى آخره وتحرموا وهذا رقم وزملائكم في الإعلام تطرقوا لهذه المسألة ومسؤولين سياسيين تطرقوا لهذه المسألة وبعض الأصوات داخل البرلمان تطرقت لهذه المسألة وهناك رقم صريح 250 مليون درهم في السنة إلى ضربتها في 8 ولضربتها في 10 نتكلم عن ملايير ديال الدراهيم ملايير ديال الدراهيم كان يمكن لهم يحلوا المشكلة ديال الكورونا ويحلوا المشكلة ديال الجفاف ويحلوا كذا ماش يمشي يقلبوا على المحامين في البادية باش يخلصوا لهما رسموا ديال 120 درهم وعلى فكرة رأي ما هي المحامين اللي غادي يخلصوها إن المحامي غادي ديال المحامي غادي يمشي عند الموكيل نعم وعند المتقاضي باش يقول له ديرها في بلاست ما كانت عندك واحد الباركة ديال أتعاب فيها كذا وكذا لا أسمحي لي وعندك فيها الرسم وعندك فيها التنبر وعندك فيها الدمغة وعندك فيها إلى آخر إذا غادي نمشي أنا نقدر نديلك المقال الفتتاحي ولا نقدر نديلك المرافعة ولا نقدر نديلك كذا وإلى آخر واشهد الحكومة تجهلوا واقع التقاضي وواقع العدلة بغض نظر على عدب لنعتبر أنها لا تحترم المبادئ الدستورية ولا تؤمن بالقانون نمشي وحنا على أنها لا تؤمن بالقانون أشدنا في مداخلاتنا على أنهم المدرسة البراغماتية ولكن في إطار البراغماتية يجب أخذ بعيد الاعتبار ما يسمى بسلمدني الدور دي الحكومة معينة هي أنها تكون في عبقرية الاعتدال ويعني تراعي تراعي مسألة سلمدني واستمرارية الدولة لأن اليوم يضريبون في المحامات وعدوان الرباع ضد المحامات وطبعا المحامات ستقاوم وستنتصر هذا ما فيها لا إنا ولا أت وإن كان اللجوء إلى رئيس الدولة إلى جهلة الملك بمطالبته بالتدخل وإن كان ليس لنا الصفة الدستورية وإن كان طالبنا بالدسترة وكذا من أجل المطالبة الرسمية الدستورية بالتحكيم الملكي ولكن يمكننا طبعا رفع ملتماس التدخل في هذا الشأن نقاو إحنا ليس بمنطق القطاع ولكن بمنطق الرسالة الكونية التي تحمل تحملها الدفاع إذا هذه الحكومة ليس لها براغماتية حماية السلم الاجتماعي في بلدنا فهذه معضلة ولكن أنا قد أعطي تفسيرا لانعدام هذا الوعي نظرا لكيف مرت الانتخابات التي أفرزت هذه الحكومة وانعدام المشروعية السياسية من داخلها يعني يعني شنو الهدف الهدف هو الجيبايا واخرانة استخلصت الجيبايا استخلصت الجيبايا إذن بالقمع استخلصت الجيبايا باستئصال خيط ناظم بين دولة الاجتماع بمعنى تؤججوا صراع وتؤججوا ما يسمى بصراع للطباقي للسياسي ما بين الشعب والدولة وهذا يعني غد يكون خطير على الأمن دي البلد وخاصة أن الذين رهانات دولية في إطار قضيتنا الوطنية في إطار كذا لا يمكن وسؤالكم سيد مونير لا يمكن أن نؤجج الوضع لهذه الدرجة مع في طالعة في طالعة يعني المهن أو الأصوات التي تعبر عن رفضها الصاريخ لسياسة الحكومة وما المحامين ولكن هناك المهن الحرة غدا سيكون عمو المواطنين هناك نقابات الآن في ديرالية الديمقراطية للشغل مثلا تطالب بمظاهرات وبمسيرات وبإضرابات متعلقة بغلاء المعيشة ما يمكن أن نكون في حكومة وتكون لدينا وضعية رأس مالية بشركات نستخلص شيكات من صندوق المقص وفقا لمقالهم سؤول سياسيون وإعلاميون بخمسمية مليار للسنة ونأتي عند المحامين عند آلاف المحامين في المدن وفي القرى لاستخلاص مئتين ديرهم ونستخلصها من المواطنين الفقارة من أجل من أجل لكي تكون لدينا مرة أخرى براغماتية أخرى أن نطبق النظام الجبائي اللي هو قائم ونطبقه مثلا على المكاتب الكبرى التي تتطرق إلى مسألات نزاعات نزاعات الأعمال على مستوى دولي نزاعات يعني التجارية على مستوى دولي مسائل التحكيم كذا يعني خاص الإدارة التيكنوستركتور يكون عندها واحد الممكن على أنها ما تدير شي واحد حق أريد به بطيل واحد المساوات مساوات مستاراوية ما نطلبه هو مساوات فعلية مساوات فعلية حتى في الاختلاف نرى ما غير كلك شاي انت ميلف 500 ملايار مرة أخرى غادي تدير فيه درهم ديال الجباية ودير فيه كذا وخمسة في المياه إلى آخر بحال وبحال نفق هذه بحال مسألة السكار هو أنك يجي تدعم السكار الذي يستفيد منه الشركة الكبرى التي تبيع بالقرول ما عملت يبيع المنتوج السكار وكذا إذن هذا التفكير المزياف لحكومة الأوليغارشية مرة أخرى يجيب يستجيب لمطالب شركة الكبرى المطالب الرسمانية الحكومة اليمينية يعني أتت بمال هذه الشركات وتستمر في التحكم في هذه البلد بمال هذه الشركات وهذا طبعا الرسالة الكونية لمحامات كسلطة مضادة تؤدي دورها في المحاكم وفي الساحة الإعلامية والنضالية والفكرية والساحة المؤسستية لما يفتحوا طبعا الحوار مع الأسف المؤسسة الشريعية للغرفة الأولى لألفين واثنين وعشرين ومرنا من نصف البرلمان كمحامين وللآن ستة عشر برلماني وهناك من داخلهم من يجلد المحامين وهم الآن اليوم مع الأسف في الحكومة من هذه النقطة بعض المحام يجلدون القطاع والمهنة ككل تكلمتي على العدوان الروائي ضد المهنة وش ممكن تكلموا عن عدوان داخلي أكيد أكيد شوف أي حركية أي حركية يكون فيها الحلفاء داخل داخل المتصارع اليوم في الحكومة أو في الدولة عموما قد يكون المحامين حلفاء ومن يقيم هذا العدوان على المحامين لديه حلفاء داخل المحامات هذه الطبيعة السياسية الصراع والتدفع ولكن نعرف بعضنا البال لحد نعود سؤال بصيغة أخرى يعني كيف تشوف التدبير دي المكتب الجمعية المحام المغرب لهذه الأمراض وأيضا حتى على صعيد الهيئات المحلية أنا عضو مكتب الجمعية أنا عضو مكتب الجمعية وطبعا مجاليس أمانات القرار ملزم والرأي حر ولكن أحيانا القرار تحت الإكراه يصبح باطلا أو لا يلزم الفرقاء أو أشياء من هذا القبيل لن أخوض في التعريف أو الفلسفة القانونية لمنطق التعاقد أو منطق أو منطق الالتزام اليوم الجمعية هي المخاطب المخاطب دي الهيئات السبعة عشر وهناك نصر جميل في عودة هيئة الدار البيضاء لعاتيدة وتكلمت على الصور نحن أمام صورة الأستاذ الشهيد عمر بن جلون كمحامي في هيئة الدار البيضاء الذي يترفع وجنب الفقيد عبد الرحيم بوعبيد في محاكمة مركش الكبراء هيئة الدار البيضاء هي عاتيدة أعطت محامين كبار عبد الرحيم بالراذ الذي خلبنا ذكراه مؤخرا في باريز الشهيد عمر بن جلون وآخرون يعني عبد الرحمن اليوسفي الله أحبوه عبد الرحمن اليوسفي كان نقيبا في هيئة طانجة هناك واحد الخضو كان نقيبا بهيئة طانجة ومن سر اتحاد محامون العرب أكيد ولكن هذا الانتصار الذي لما صف المحامين ولما كذا لا يمكن أن يغطي على النقاش التخلي أن يطفئ النقاش التخلي الخلافات التخلي كل واقع ولكن الأهم هو أن جس المحامات موحد بتعابيره المهنية بهيئته السبعة عشر بجمعياته بجمعياته الشبابية بجمعيات هيئة المحامين بالمغربية المخاطبة الرسمية للحكومة سيد عمر مني كانت تكلم لأنه الرأي الآن دي المحمة موحد الحال الواقعي كان شو غير ذلك كان قرار دي المخرجة دي المكتب جمعية الهيئة المحامين والآن تمرد نقيلة بخروج يسمي كما شئت بالنسبة العدد من النقبة للآن على باب ثلوتين دي النقبة شو وقح ما حصل هو أن جمعية أو مجلس جمعيات المحامين بالمغرب الذي نعقد ببوسكورة وكان في هذا الاجتماع عودة الضر البيضاء وكانت رمزية اتقبال الضر البيضاء لهذا المجلس لها دلالتها خلصت بمخراجات وفوضت المكتب الجمعية على أنها تتبنى هذه المخراجات في تفوضها مع اللجن الحكومية أو مع الحكومة بصفة عامة في إطار الآلية المهنية التي يعني تعاقد عليها المحامون منذ الأزال على أن مكتب الجمعية يتبنى الرأي العام المهني من خلال مجالسه من خلال هيئاته لذلك وجب العودة إليه في كل مستجاد أو وجب التفويض لمكتب الجمعية في كل فالنقطة الخلافية هي مسألة تعليق تعليق الوقفات الاحتجاجية وتعليق المقاطعة عن العمال هذه النقطة هذه النقطة التي خرج بها بلاغ الجمعية التي كان فيها نقاش كان لموافق لا موافق على هذه النقطة وخرج هذه النقطة التي لم تستشار فيها المجالس أو القواعد لذلك في إطار برغماتية الحوار مع رئاسة الحكومة قد يكون سوء فهم لهذا التصرع لهذا الرفع لهذا النقطة هذه لأنه كان هناك حوار فنشيد بالحوار طبعا ما بين لأنه كان الحكومة قطعت الحوار خاصة السيد وزير العاد لتكلما على قطع الحوار فسيد رئيس الحكومة أعاد الحوار وأبان على احترامه للدفاع وعلى استعداده للحوار وأتى بالوزيرين المعنيين المنتدب في الجبال والسيد وزير فكان هناك تقارب في الرؤى تقارب في الرؤى كانت هناك رد الاعتبار للتشاركية لمنطق الحوار كان هناك مقترحات من هنا ومن هنا كان هناك يعني اتفاقات مبدائية مبدائية على على وجود حل لهذا القطيعة ووجود حل لجانب ما سميناه بالعدوان فهذا كان موضوع تفويد لمكتب الجمعية ولكن هل هذا كان يعني كافيا لاتخاذ قرار تعليق تعليق الإضراب إن صح التعبير لأنه نحن مهلا حرة وليس قطع عملي ولكن المقاطعة الشاملة للدفاع هل هذا كان كافيا لإعلان ذلك هل كان لمكتب الجمعية له تفويد لإعلان عن تعليق الوقفات والإضرابات وكذا الرأي العام المهني يعني يخالف هذا الرأي ويعتبر أنه مكتب الجمعية لم يكن لها هذا تفويد فقررت لهيئات لهيئات أغلبية لهيئات تقررت على التذكير في بلاغاتها ببلاغاتها السابقة للمقاطعة بعض هيئات فضلت عدم التذكير فالصمت في هذا الإطار هو تبني للباية تشبت بالبلاغات السابقة للمقاطعة وهناك خمس أو أظن خمس هيئات التي قررت يعني الإنسياق واستئناف العمال في ذلك هذا الأمر استئناف العمال مقاطعة الجلسات الإجراءات كيف يجب المستقبل أو استقراء له دائما هناك جدالية ما بين النظال والحوار اليوم المحامون ليسوا ضد الحوار ولكن يكون حل متلائم مع مطالب المحامين يكون حل متلائم مع مطالب المحامين والنظال سيستمر سيستمر إلى أن يثمر الحوار يطمير أو إلى بعض الحلول والمخرجات التي تتلأمها المطالب المحاملة لأن هناك لا زال نقاش حول مسألة التصبيق لنزال نقاش حول القيمة المضافة نقاشات يعني رئاسة الحكومة رئاسة الحكومة يعني ما نقشتش جيبايا في إطار الحوار وإن كان ما نقشتش الجوانب الأخرى للعدوان في هذا اللقاء مع رئيس الحكومة ويمكن أنا في رأيي كان علينا أن لما نصل الحوار مع سيد رئيس الحكومة أن نناقش معها الزوايا كلها للعدوان طبعا للعدوان الربعي كي نصل إلى حل شمولي أن ترفع الحكومة يدها على قطع الدفاع من أجل استجابة لسي المهاني وتريوت في هذا الهجمة الشارسة على على الدفاع التي قد تؤدي بلذي لما لا يحمد عقباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر